هل نستطيع أن نكون أخي من الله؟ نعم، يمكنك أن نكون أخي من الله لأنه يقول للأسفلين «مي أخي من الله» وعندما تعلم أن الله يتكلم أن إبراهام في التساعدة كان مثل أخي من الله وعندما أنه يعتبر أن سن جون البابتس كما أخي منه وعندما تعلم أنه يتكلم بأخير من الله لا تعلم أن يأخذ من الله إلى إصلاح الملات إلى إبراهامنا يبدو أن أريد أن يكون أخي منك لذلك أنه يريد أن أخي منه لأنه يريد أن كل أخي منه أخي من الله ووما تعلم أن يكون الأخي من الأح Berg وانه يتكال مثل فعلا وإحبارات مثل أخي من دخول أخي لذلك عندما تحبين الله أكثر ، ستكون لديه أبي. ونظرنا أن كل المسلمين ، كل المثال ، هم مثل عائلته ، أبي. لذلك لذلك نسمع للمسلمهم ، نعتقد أنهم مثل أبي. وأيضاً عندما نقول أبي. لذلك لذلك نحتاج إلى نفسنا ، أننا نستطيع حياتي معنا. عندما كان لديك أبي. أبداً أنك تتعيجب الكثير من هذا أبي. وأنا تؤمن بك. وأنا تنميزك وإن تدعمه. وأنا تستحب أن تذهب إلى المنزلة. وإنه يأتي إلى المنزلة. وأنا أيضاً أنك تعمل معنا في الكثير من الأشياء. لديك المشاهدين أو المشاهدين في الحياة. لذلك في أي علاقة معلومة معلومة يمكنك أن تجد أنها تقلق لنا معلومة مع الله. ولكن تعلم أنه عندما تبدأ في أحب ستكون لديك هذا المشاهد من معلومة. وفي حقاً، إنه حدث في كل شيء في نفسنا في حياتنا. إنه حدث في حقاً سبباً، حقاً سبباً سبباً، حقاً سبباً، تقلق لديك من أجل، تساعد كل من المنزل، تقلق لكي تقلق للمشاهدين. لذلك عندما تقلق على تحديدك مع الله ستكون مثل مخصص من الله. وبالتالي، الله ستعطيك مزيدة في حياتك لكي تقلق لكي تكون مخصصصاً لكي تكون مخصصاً لكي تكون.